قدمت وحدة البرنامج والأفلام الوثائقية بقناة يامن شباب حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي الرواية الأولى والتي فتح من خلالها معد ومقدم البرامج الزميل شفيع العبد ملف الصراع الجنوبي واصعرضت الحلقة سجل تجربة الجنوبية المكتبض بالمؤامرات والصراعات المسلحة وبحث عن الأسباب التي حالت دون تحقيق دعوات التصالح والتسامح الجنوبية وصدافت لمناقشة ذلك السياسي أحمد عمر بن فريد وهو أحد ضحايا عمليات النفي والإقصاء التي تعرض لها الكثير من الجنوبيين في زمن التشطير هذا وقد تتبعت الرواية الأولى مسيرة بن فريد منذ دعوته إلى الوطن بعد قيام الوحدة اليمنية وسعيه للإسهام في تعزيز المصالح الجنوبية الجنوبية والتحاقه بالحراك الجنوبي وصولا إلى توليه رئاسة فريق الحوار الخارجي للمجلس الانتقالي وفي هذه النقطة كشف بن فريد عن رفض الإعلان الاستقلال في يوليو 2007 وأسباب التحاقه بالمجلس الانتقالي وبالتالي كانت السيرورة التحرك في هذا المسار هي واحدة وإن تعددت العناوين التي تؤثر هذه الحركة الوطنية لكن الهدف الاستراتيجي لها والاتجاه العام لها هو واحد أنا أعتقد هو واحد منذ يوم 7-7 بالتحديد حتى يومنا هذا الحركة الوطنية الجنوبية في أساسها في صلبها في جوهرها تتبنى هدف استراتيجي واضح وأنا أتذكر حتى بالمناسبة في 7-7 بعد أن أتى ناصر النوبة كان يخطب وهمس في إذني قال هل نعلنها للناس له هدف الاستقلال فقلت له لا بدري وقال رئيس فريق الحوار الخارجي في المجلس الانتقالي بأن الصراعات الإقليمية في الجنوب تجاوزت الشرعية والإصلاح والانتقالي نافيا تلك المزاعم التي تتحدث بأن المجلس الانتقالي يمثل الجنوبي على كل الأحوال لم نقل ولم يقل المجلس الانتقالي ولا رئيس المجلس الانتقالي بأننا نحن الممثل الوحيد لقضية الجنوب أو لشعب الجنوب نحن منفتحين على كل التيارات السياسية الجنوبية في عملية الحوار ونتحاور معهم ونريد أن نحقق اصطفاف وطني جنوبي حقيقي وقد دع القيادي في المجلس الانتقالي إلى إجراء حوار بين الانتقالي والمكونات السياسية المناوئة للحوثي وأن القضاء على مشروع الحوثي هو الضامن الرئيس لاستقرار اليمن ومحيطها الإقليمي لازلت أنا شخصيا أصر وأقول بإمكانية إجراء حوار حقيقي مع الأخوان في الشمال مع القيادات السياسية طبعا لهم مناوئين للحوثي أنا لا أتوقع أن هناك إمكانية لأن تتعايش اليمن في الشمال والجنوب مع هيمنة للحوثي فبالتالي القضاء أنا أقول هكذا القضاء على المشروع الحوثي هو الضامن الرئيسي لوجود نوع من الاستقرار ليس فقط على مستوى المنشن والجنوب وإنما على مستوى الإقليمي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر